اهلا وسهلا بكم مع هزاي طلب الطلبات الصف الثالث الزراعي مجال التصنيع الغذائي في حلقة جديدة من مواد التصنيع الغذائي نحن نعرف معنا 3 مواد في مجال التصنيع الغذائي في الصف الثالث مادة الصناعات الغذائية مادة العجان والمخوزات مادة حفظ وتصنيع اللحوم النهاردة هنبدأ مع بعض الترم الوحدات المتبقية في المنهج بتاعنا أخذنا 3 مواده من هذه المواد سواء كانت مادة الصناعات او مادة العجان او مادة حفظ وتصنيع اللحوم على سبيل المثال النهاردة مادة حفظ وتصنيع اللحوم خدنا فيها سلاسة وحدات نذكر بعد كده ايه اللي خدناه فيه مادة حفظ وتصنيع اللحوم خدنا فيه الوحدة الاولى تعريف يعني ايه كلمة لحوم كمان خدنا تأسيمات المجميع المنبسط منها نأمنها او مترتب عليها كل فئات او نوعيات اللحوم ايضا خدنا طبيعة وتركيب مكان وتشريح مكان العضلة في اللحوم تأسيم اللحوم خدنا الزبح السليم خدنا العوامل بعد كده المؤسرة في عمليات الزبح وكيفية إجراء الزبح السليم خدنا فيه الوحدة التانية ودخلنا على الوحدة التانية خدنا فيها جزء مهم جدا التغيرات التي تطرأ على اللحوم سواء الثلاث مراحل المرحلة الأولى بعد عملية الزبح مباشرة أو مرحلة التيبس الرمي أو مرحلة الإنضاج وإنهاء عملية التيبس الرمي خدنا جزء مهم جدا إيه هي عوامل التزوق والطعم والرائحة اللي بيديني الاحساس بهذه للعوامل. خدنا في الواحدة التالتة ايضا جزء مهم اللي هو عبارة عن طرق حفظ اللحوم. وقالنا منها الطرق القديمة والطرق الحديثة. وقالنا فيه منها دراجات الحرارة سواء المرتفعة زي على رأسها التعقيم او دراجات الحرارة المقافضة على رأسها التجميد وقالنا منها التبريد. خدنا جزء كبير جدا عن التعليم جزء كبير جدا عن التدخين دي مجمل كده السلاسة وحدات في الجزء الاولاني او الترمئ الاول. هنستكمل مع بعض سلاسة وحدات اخرى مكملة لمادة حفظ وتصنيع اللحوم. اول وحدة اللي هي الوحدة الرابعة اللي احنا بنسميها الصناعات القائمة على اللحوم ومخلفاتها. يعني فيه الصناعات هناخدها قائمة على اللحوم بحد ذاتها او اللحوم تفصليا سواء بقى جميع اطيافها سواء ان كانت الحوم حمراء او اللحوم بيضاء او اللحوم بحرية. وايضا الصناعات القائمة على مخلفات اللحوم وقالنا ان فيه دول اقتصادها بيقوم على صناعات جاية من مخلفات اللحوم نتجة من مخلفات المجازر بالمعنى الاصحة زي صناعة الجلود وصباعة الجلود. عندنا ايضا صناعات مهمة جدا زي صناعة الجيلاتين. في دول بتصدر بكميات كبيرة جدا الجيلاتين الناتج من كل جين العزام والاربطة الضمة. وبالتالي ايضا من ضمن الصناعات المهمة. ايضا فيه صناعة السمن والدهون ازاي ناخد الدهون عملية عمليات تسيح وإسالة دي صناعة ايضا من الصناعات القائمة على مخلفات اللحوم يعتبر صناعات كتيرة جدا قائمة على مخلفات اللحوم ده مجمل الوحدة الايه الوحدة الرابعة يبقى انت مركز معايا ايه اللي هناخده فيه الوحدة الرابعة اللي جاي معنا النهاردة اللي هنبدأها ان شاء الله فهناخد بداية كده فيها اللي هي الصناعات القائمة على اللحوم والمخلفات هناخد جزء الاولاني الصناعات القائمة على اللحوم طب هي فيه ايه يا مصدر صناعات قائمة على اللحوم عشان ابقى عارف قبل ما ادخل واخد دراستها ايه المنتجات اللي ممكن تكون قائمة على صناعات اللحوم خد بالك يعني هناخد في المنهج بتاعنا اربع صناعات مهمين موجودين بشكل قوي جدا على زي ما نقول السوق وبالتالي المتدولة هي صناعات قائمة على اللحوم اللي هي منها صناعة السجوء منها صناعة البرجر منها صناعة اللنشن منها صناعة البسترمة اخد بالك في كلتا الاحوال موجود مثلا من صناعة السجوء سواء ان كان من لحم بقري او حيواني احمر او من اللحوم البيضاء ايضا موجود البرجر من اللحم الاحمر والبرجر من اللحوم البيضاء ايضا موجود عندنا اللنشن من اللحم الاحمر واللحوم البيضاء أما الباسترما فالها طابع خاص لأنها بتيجي من اللحوم الحمراء وعلى الأخص من مكان العضلة اللي احنا عملنا عمليات تأسيم للأرباع الأمامية والخلفية وقالت لك أن في الربع الخالفي في الموزة بداخلها جزء موجود اسمه عرق التليبيانكو اللي هو بيتاخد ويتصنع منه الباسترما وهنعرف طريق تصنعها إزاي من عرق التليبيانكو يبقى إذن هنا لما بنتكلم على هذه الصناعات فاخد بالك أن هي ناتجة سواء من لحم أحمر أو من لحم قبل تعالوا مع بعض كده نشوف الصناعات دي فأول حاجة لها صناعة السجوء صناعة البرجر صناعة اللانشون صناعة الباسترما دي مجمل الصناعات طبعا فيه صناعات كتيرة جدا قائمة على اللحوم ولكن احنا بناخد أشهر الأنواع المتدولة في السوق زي صناعة السجوء وصناعة البرجر صناعة اللانشون صناعة الباسترما أعتقد أن معظم بيوتنا لا يخلو من الأربع منتجات الأساسية أو الرأسية الموجودة في هذه الصناعات او الصناعة المكملة او القائمة على اللحوم. قبل ما ادخل واتكلم في التعريفات خد بالك واحنا ليه اصلا من الاساس اتعاملت صناعات من اللحوم. اللحوم هي اما يتم حفظها يعني يتم تناولها بشكل حي مباشر او يتم حفظها باحدة طرق الحفظ اللي كلمنا عليها في الوحدة الثالثة. لكن من ضمن ايضا طرق التداول بتاعتي ان انا احولها من المنتج المباشر اللحم المباشر الى منتجات مصنعة. والهدف منها اكتر من اجراء او اكتر من هدف في هذه الجزئية. وانا ليه بحولها الى الصناعات. رقم واحد عشان تبقى موجودة ومتداولة على مدار العام. فانت هتلاقي اللحوم بشكل مستمر او الشكل البروتيني الحيواني بشكل مستمر على مدار العام. ثاني حاجة انك لما بتحول اللحوم من الشكل الطازق الى الشكل المصنع فانت عندك استفادتين. الاستفادة الاولى انك بتعزز من القيمة الغذائية للحوم نفسها. نعرفين اللحوم لما نتكلم فيه التركيب بتاعها قلنا ان فيه جزء منه بروتين وجزء منه دهون. اللي بيدي الطاقة وجزء منه املح معدنية وجزء منه الماء وجزء منه الفيتامينات. لكن لما بدخل كمان في صناعة فانا اكيد هضيف في هذه الصناعات بعض الخلطات اثناء عملية التصنيع. اللي من شأنها هترفع من القيمة الغذائية وتعزز من القيمة الغذائية للحوم. يبقى ده اول هدف رئيسي بيبقى او ناتج من تصنيع اللحوم. يبقى لنا بجانب ان انا هلاقيها متوفرة على مدار العام. ايضا هيديني فايدتين الفايدة الاولى ان هرفع القيمة الغذائية للحوم. هرفع من نسب البروتين هرفع من نسب الكاربوهيدرات او الدهون. هرفع من نسب المحتويات من الاملاح المعدنية ايا كان المنتج اللي انا هصنعه. لان هعمل عملية اضافات لبعض المكونات الاخرى على اللحوم. ايضا من الشيء المهم كمان ان انا بخفض القيمة السعرية للحوم. لان اللحوم بشكل مباشر قيمتها السعرية مرتفع. لكن لما بحولها الى منتجات اخرى فانا بقلل من القيمة السعرية. وبخليها في متداول الجميع او في متناول الجميع. يبقى اذا دي فايدة رئيسية ايضا من عملية تحويل اللحوم الى عمليات تصنيعية. في صورة منتجات تصنيعية. يبقى دي كده تعتبر حاجات اساسية قبل ما تدخل فيه تعريفات صناعة اللحوم. تعالى نبدأ كده مع بعض ونشوف ايه هي بقى اول حاجة اللي هي صناعة اكيد السجوء. صناعة السجوء. هو يا مصر المفروض ابقى عارف تعريفات السجوء او البرجر او اللانشون او البسترمة. اه تبقى عارفه. واري تجيلي في الامتحان يقول لي عرف كل من مسلا السجوء او عرف اللانشون او عرف البرجر او عرف البسترمة. فانت لازم تكون ملم بتعريفات كل هذه المنتجات. دعي بالك ان الفروق طفيفة جدا في التعريف ما بين كل من سواء السجوء او اللانشون او البرجر. هناخد البسترمة شوية على جمع. لان البسترمة انا قلت تقريبا كده انا ما بتكلم لها طبيع خاص لانها بتيجي من جزء معين من عضلة معينة فبالتالي هي طريقة معينة في عملية التصنيع. ولكن هتلاقي ان التعريفات تقريبا متشابهة في كل من سواء السجوء او البرجر او اللانشون. على سبيل المثال خلي بالك ان في جزء مهمة اوي في التعريفات التلاتة. اللي هي البرييات او الاساسيات عندنا. لما اجا اقول صناعة سجوء او صناعة برجر او صناعة لانشون. لازم تبقى عارف ان بداية تعريفي ان اللحوم بتاعتي صالحة للاستلاك الادامي. ولكن خالية من العظام والغضريف. تاني في التلات منتجات حتى في منتج البسترمة. لازم يكون المنتج بتاعي او اللحوم بتاعتي خالية من العظام والغضريف. يعني اخذ الاجزاء من اللحوم. سواء كانت لحوم كاملة او لحوم متداخل معها جزء من الدهون في العضل نفسها. ولكن بشرط تكون خالية من العظام والغضريف. لان في كيلة الاحوال في التلات منتجات سواء السجوء او اللانشون او البرجر انا هعمل عمليات فارم. فلا يمكن يكون عندي عظام او غضريف. يبقى ده مبدأ متفقين عليه في التلات منتجات. اه البسترمة نفس الشيء ما يكونش فيها عظام او غضريف. لكن البسترمة لا يجرى لها عمليات ايه فارم. بيتاخد عرق الترويانكو مكمل بدون اجراء عليه اي عمليات ايه تقطيع او فارم. ولكن في ثلاثة منتجات يجرى عمليات فارم. فبالتالي لازم اللحمة بتاعتكم خالية من العظام والغضريف. مفيش مانع ان يكون فيها جزء من الدهون لان انا كده كده. من ضمن المحتويات الاساسية في الثلاثة منتجات ادخال الدهون بنسب متفاوتك. سواء بقى ان كان فيه السجوء او البرجر او اللانشون. فهنعرف ان ممكن اوصل في بعض الاحيان ان اشرين حد اقصى ما بزيتش زال في البسترمة عن 30% دهون. من اجمال اللحوم الموجودة في عملية التصنيع. وبالتالي تبقى عارف التعريفات بتاعتي. فلما يقول صناعة السجوء بقى عارف ان وناتج من لحوم طازجة لحوم مجمدة. سواء كانت طازجة او مجمدة بشرط صالحة للاستهلاك الادمي. خليها من العزام والغضريف ويتم فرمها بشكل جيد. مع اضافة الماء المسلج والاضافات الاخرى. ثم الحاجات بقى المميزة. الفوارق اللي ما بين كل من السجوء والبسترمة والبردر. هتلاقي ان في السجوء انا بغلب فيه اغلفة. اما طبيعية اللي هي المعدة وامعاء الحيوان. او الاغلفة السليوزية الصناعية. عشان تديني الشكل المتناصق. وده غالبا اللي بيحصل حتى في اللانشون. في الاغلفة السليوزية. لكن ما يتم اشتغلفها في اللانشون مثلا. في الاغلفة الطبيعية لها الامعاء بتاعت الحيوان. السجوء فقط هو اللي ممكن اغلفه. او ادخله فيه عملية ادخال فيه الامعاء الدقيقة لحيوان. او ان انا استخدم الاغلفة الصناعية. ثم اجراء بقى العمليات المتتالية اللي هي عمليات الربطني. ثم عمليات التاسوية اللي قد تكون. عمليات دراجات حرارة مرتفعة. او عمليات تخمير. لان فيه سجوء مخمر. فدي كلها كده مجمل عمليات اللي بتتم على صناعة السول. لذلك التعريفات دايما في مواد التصناع الغذائية هي اللي بتديني المدلول على خطوات الانتاج. هتلاقي الكلام ده موجود فيه مادة الصناعات. في مادة العجان. في مادة حفظ وتصناع. وغالبا هتلاقي التعريف بيشمل جوزء كبير جدا من الخطوات. تعالوا نشوف كده عشان عشان نتعرف الخطوات اللي تقريبا بتكون موجودة داخل الايه؟ داخل التعريف. فبقول تعريف السجوء زا ما احنا شايفين قدامنا. هو ذلك المنتج المصنع من اللحوم التازجة. اه ممكن. او المجمدة اه ممكن. او المجففة اه ممكن. وذلك بعد فرمها وصحقها. يعني هيتم عمليات فرم وصحق. دي خطوات صناعة. او استحلابها. استحلابها يعني هضف لها مواد اخرى. غالبا هتكون دهون. غالبا هتكون جوزء منها دهون. ازا كنا اقول عملية استحلاب. والاستحلاب بيتم ما بين الماء المضاف والدهون المضاف. يبقى اذا اخد بالك التعريف بيشمل في داخله خطوات ضمنية للصناعة نفسها. يعني ما اقول هو عبارة عن لحم اه بجيبه طازج ممكن اه ممكن اجيبه مجمد ممكن اجيبه مجفف. ولكن في النهاية سواء كان طازج او مجمد بيتم استرجاعه. وغالبا معظم المجمدات بيتم فرمها وهي على هيئتها المجمدة. لان انا كده كده بحتاج اضيف ماء وغالبا هيكون مسلك. وهنعرف السببية. وبالتالي سواء كان طازج او مجمد او مجفف في النهاية يتم ليها عمليات فرم وصحق. جيد عشان انعم اللحم اللي موجودة عندي. وبالتالي قد يتم استحلابها. يعني انا هضيف جزء من الدهون. تعالوا كده مع بعض التعريف. استحلابها مع ايها مستر مع مواد اخرى. ثم تعبيتها داخل ايها مستر داخل اغلفة طبيعية. اللي هي الامعاء اللي انت بتشوفها قدامها جديد. بتاعت الحيوان نفسها. او ممكن اغلفها في اغلفة صناعية غير ضارة بالصحة اللي هي الاغلفة السلوزية. والتي قد يجرى لها او لا يجرى عليها بعض العمليات الحفظ. مثل بقى المعاملة الحرارية او التدخين او التكفيف او التخمير. خد بالك من النقطة هتيجي بزهنك. وكل حتى مشاهدي اقول لي هو في النقطة اللي انت بتقول لي قد يجرى او لا يجرى. يعني ايه؟ يعني هل ممكن ان انا اعمل عمليات التعبئة واعمل عمليات الربط. وما اعملش العمليات التانية قد يجرى او لا يجرى. يعني قد اعمل عمليات معاملة بالحرارة او عمليات تدخين او عمليات تخمير او ما اعملش. ما اعملش امتى يا مستر لو انا هستخدم طازق. لو انا هجمد وهدي الناس منتج طازق. غالبا حضرتك لما بتروح تجيب السجوء من اي مصدر موصوق فيه. غالبا ما بتجيبهوش معامل المعاملة اللي هي سواء الحرارية او التدخين او العمليات التخميرية. الا اذا كنت انت عايز المنتج بعينه. الا اذا كنت تاني عايز المنتج ايه بعينه. لانك هتستخدمه فيه طريقة ما في عملية الاعداد للطاق. ولكن في الغالب انت هتشتريه بالشكل الطازق سواء كان طازق فعلي او مجمد. فقد يجرى او لا يجرى. يبقى انت عارف ان انا ممكن اعمل العمليات دي او ممكن ما اعملهاش. وجالبا في المصانع عادة ما يتم اجراء عمليات مماثلة. سواء عمليات معاملة بالحرارة او عمليات تدخين او عمليات تخمير. لان كده كده المنتجات دي مطلوبة. زي ما هي مطلوبة بالشكل الايه بالشكل الطازق او المجمد. تعال نرجع كده مع بعض. نقول قد يجرى او لا يجرى عليها بعض عمليات الحفظ مثل المعاملة الحرارية او التدخين او التكفيف او التخمير. طب ايه مصطر اللي بعد كده بقى. اه انا كان ممكن اقول لك دلوقت تعريف البردر تعريف اللانشو اللي اخلي دلوقتي وتعال نشوف مع بعض. الخامات المستخدمة في صناعة السوق. بديه لما اجا اكلمك. وقولك انا اصنع سوق. انا اقولك صناعات قائمة على العوق. يبقى اذا لما اقول الخامات بقى المستخدمة. على طول اروح ان المصدر الاساسي والرئيس الاول هو ايه اللحم. اكيد يبقى هو ده اول خامة مستخدم. اللي هو عبارة عن ايه. عبارة عن اللحم. يبقى انا اكيد هستخدم اللحم كخامة اولى في عملية الايه. في عملية التصميم. اذا سيقول لي ان يمثل المكون الرئيسي. طبعا اكيد. يمثل المكون الرئيسي للسجوء. ومصدر القيمة الغذائية له. والاخبال عليه اللي هيديله الطعم. ويجب ان يكون اللحم المستخدم صالحا للاستهلاك الادمي. متماسك القوام وله لون احمر وردي. اذا انا احنا شايفين على الشاشة لازم تكون اللحم لحم طازغة. او حتى لو كانت مجمدة. انا اقول انا اصنعها من اللحم طازجة او مجمدة او مجمدة. او مجففة اعمل لها عملية استرجاع. ولكن في النهاية تديني المظهر الطازة. لحم صالحة للاستهلاك الايه? للاستهلاك الادمي. خالية ايضا في التعريف من الغضاريف. لازم نتقاش فيها غضاريف او عظام او اوتار. وايضا الرائحة الغريبة. وكمان لا يكون السجوء المصنع من اللحم الخالص مستصاجة. يبقى اذا كمان لازم ان تدرك انك كده كده حتى لو خدت قطع حمراء من اللحم. لازم هتضيف دهون. تاني لازم هتضيف دهون. طب لو انا دلوقتي عايز اسأل ابنان الطلبة. وقول له طب دلوقتي لو انت كنت حاضر معانا الوحدات الاولى. والمقاطع اللي موجودة في الزبيحة. وقولنا ان فيه مقاطع عالية في الجودة. ومقاطع متوسطة. ومقاطع الرضيئة. وقلت الرضيئة ليست رضيئة من حيث الطعمه ولكن ليست رضيئة انها منever Manaن استق guys صالحه. والما كنا стبعدنا. الرضيئة من ناحية التصنيع. راضيئة من ناحية الطهي. يبقى انا فيه مناطق مميزة. في عمليات الطهي. والتناول. ومقطع ايات متوسطة في عمليات الطهي. والتناول. ومقطعيات الرضيئة. لو انا عملتها عمليات الطهي على النار. تاخدوقت اطول. وبالمعنى الدارج بتاعنا اللحمة بتاعتها هتبقى صعبة في التسويق وهتشد عمليات القطع مش هتبقى جيدة زي ما اتكلمنا في الواحدة التانية وبالتالي الجزئيات دي وهخصصها لك اللي هي كانت موجودة في البطن او السرة او اواخر الاطراف بتاعتي سواء المقدمات الامامية الارجل الامامية او الارجل الخرفية قلنا اواخرها المؤخر بتاع الارباع يعتبر ايضا من القطعيات الرضيئة وبالتالي قلت تب هنا بنعمل ايها مصطر فيها غالبا قلت لك ان احنا بستخدمها في عمليات الفرن يبقى هتدخل في عمليات تصنيع يبقى انت يبقى مركز ان انت لو خدت من القطعيات دي مباشرة فاكيد معظم القطعات دي مش هتبقى فيها الايه الدهون الكافية ولا يكون غالبا معظم المنتجات سواء كان بقى سجوء او برجر او لانشون مش هتلاقيه مستصاغ في الطعم بدون اضافة الدهون يبقى انت كده زهنيا عارف ان لما اقولك مواصفات سواء السجوء او البرجر او اللانشون عارف ان في المواصفات في نسبة للحوم وفي نسبة للدهون وفي نسبة للمواد الملقة المضافة في نسبة للملح المضافة في نسبة للمية المستخدمة يبقى اذا على طول انت هتدرك انك لازم تضيف جزء من الدهون سواء ان كنت خدتها مع اللحوم فاصبحت اللحوم معها جزء من الدهون او انت خدت اللحم الاحمر وانت ضفت له جزء من الدهون تعالى نرجع كده مع بعض والي يكون السجوء المصنع من اللحم الخارس مستصاغا مش هيبه مستصاغ ولذلك تضاف الانسجة الانسجة الدهنية دي اول ايه اول خامع تاني خامع الماء هو يا مصر المفروض ان انا في الصناعة حضيف ماء او غالبا حضيف ماء وطول مانا هعمل عمليات فارم واضافات للدهون حضيف ماء تاني هو انا هستخدم ماء او هستخدم ماء سواء كان فقا في السجوء او البرجر او اللانشو لان غالبا السؤال اللي بيجي في الامتحان بيجي على التلاتة بيجي على السجوء او البرجر او اللانشو وهي يقولك لعلل لماذا يستخدم الماء المسلّك وكلمة مسلّك احط عليها اكتر من خط ليه انا بستخدم ماء مسلج اثناء صناعة السجوء او البرجر او اللانشون وجالبا هتجاهم فيه السجوء اكتر وفيه اللانشون اكتر ليه لانه هعمل عمليات فارم متتابعة اكتر من مرة في عمليات الفارم زيك حتى في التعريف تاع السجوء كان بقولك فارم وصحق يبقى انت هتشتهل عمليات فارم متتابعة وبالتالي الفارم ما من شأن وهيرفع درجات الحرارة اللي موجودة عندي فانت تبقى مركز اني لازم اضيف ماء مسلج وكمان قلتلك يفضل لو انا هاخد اللحم دي تكون اللحم دي مجمدة وانت خرجتها وبدأت تعمل لها اعادة اصهار ولكن ما توصلش ليه الاصهار الكامل فانت هتستخدمها وهي على درجات حرارة منقفضة ياما هتضطر تضيف الماء المسلج يبقى الماء مهم في العمليات التصناعية اه طب هو ممكن يكون يا مستر يوصل نسبته اديه في السجوء جالبا هتلاقي ان الماء في السجوء بعد عمليات التصنيع بيصل من 40% ل 45% طب هو انا بضيف 45% يا مستر لا انت غالبا هتضيف حوالي 20% منه بمعنى كل 100 كيلو جرام من اللحوم انا هضيف له 20 كيلو جرام من الماء تب تكملت الماء دي جاه من هنا يا مستر اه هو مش اللحوم ايضا فيها جزء من الماء قد يصل في بعض الاحيان ولا تعدى من 25% وكمان اكتر من 20% يبقى اذا فيه ماء داخل اللحوم وفيه ماء انا هضيفه من الخارج مجملهم في عمليات التسوية او بعد عمليات التصنيع هتصل تقريبا الى حوالي 45% تعالوا نشوف كده مع بعض هيقول لي تصل لنسبة الرطوبة النهائية في معظم انواع سوء الرطوبة يعني الماء في معظم انواع سوء من 45% الى 55% في الماء طب يا مستر هما جايين من ايه اه جايين زب انت هتشوف دلوقتي من الاضافة واللي موجود اصلا فيه اللحوم بقول لي اضاف عند تصنيع السجوء على سبيل المثال من 20 الى 30 كيلو جرام ماء لكل 100 كيلو جرام من اللحن وقد يكون الماء المضاف على هيئة ركز مجروش من السلب الجزء اللي بيجي عليه السؤال في الامتحان علم لي انا بضيف ماء مسلق في عملية التصنيع هنعرف السببية اه هنعرف السببية تعالوا نكمل كده مع بعض اغراض اضافة الماء هيبع عندي سؤالين هيقول لي انا ليه بضيفه مسلق فانا عايز اجابة واحدة من ضمن الاغراض تاني اما انا اقول لك قول لي اغراض اضافة الماء فانت بقى عارف ان فيه اكتر من سبب لاضافة الماء جالب انا هوصل ل 4 اسباب في اضافة الماء فركز لو جي السؤال في الغرض من اضافة الماء فانا مطالب اذكر كل الاغراض بتاعت اضافة الماء فلو جي لي السؤال ويقول لي علل لي انا بضيف الماء المسلق فانا هاخد الغرض الخاص بجزئية الماء المسلق وفي كيلة الأحوال أنا بضيف الماء المسلج برضو عشان جاودنا على ده في داخل ده وأنا بضيف الماء المسلج ليه؟ لأن غالبا نتيجة عمليات الفارم بيحدث ارتفاع في درجات الحرارة اللي من شأنه يحل جزء من الدهون والأحماض الأمينية البروتينية الموجودة وبالتالي ده هيؤدي إلى عدم سبات القليط فأنا لازم أضيف مجروش من السلج عشان أخفض درجات حرارة الفارم وأعمل سبات للقليط اللي موجودة عندي يبقى ده غرض من ضمن أغراض إضافة الماء قد يأتي عليه سؤال منفرد في الامتحان اللي هي ليه أنا بضيف ماء مسلج عشان أخفض درجات حرارات الفارم وأعمل سبات للقليط اللي موجودة عندي لكن هو أنا بضيف الماء فقط المسلج أو الماء بشكل عام عشان الغرض ده بس لا فيه أكتر من غرض تعال نشوفه المعرض أول حاجة في أغراض إضافة الماء واحد يقول يساعد على زوابان البروتين القابل لزوابان طب قال لي يا مصر هو البروتين كله بيزوب في الماء أقول لك لا فيه جزء من البروتين بيزوب في الماء وجزء من البروتين بيزوب في المحلول الملحي تاني مش كل البروتين بيزوب في الماء جزء منه بيزوب في الماء البروتين القابل للزوابان في الماء في بروتين غير قابل للزوابان في الماء لكنه يزوب في المحالين الملحية وبالتالي أنا لما بضيف الماء هنا يبقى رقم واحد عشان أعمل زوابان للبروتين القابل للزوابان في الماء ده الجزء الأولين طيب هيتبقى جزء يا مصدر مش هيدوب في الميا ما اخد بالك منهضيف ملح فالميا هتكون محلول ملحي فالجزء اللي هو قابل للزوابان في المحلول الملحي هيزوب في المحلول الملحي يبقى ده التاني غرض من أغراض إضافة الماء يبقى الغرض الأولين اللي قدامك على الشاشة يساعد على إزابة البروتين القابل للزوابان في الماء طيب الجزء اللي مش هيزوب يا مصدر في الماء بقى تكوين المحلول الملحي لأننا هضيف ملح اللازم لإزابة البروتين القابل للزوابان في المحلول الملح وأنا في النهاية بدوب البروتين سواء قابل للزوابان في الماء أو للمحلين الملحي اللي هي مصدر عشان أعمل خريط متجانس أدي خريط متجانس في التصنيع لأن غالبا أنا بعمل فارم ومادام عملت فارم أنا كسرت البروتين اللي موجود عندي فلازم أعمل له عملية إزابة ثم عملية استحلاب لأنك هضيف دهون فأنت هتعمل استحلاب وربط ما بين الماء وما بين اللحوم المفرومة وما بين الدهون وكمان أنت هضيف مواد أخرى زي المواد الملأة اللي منها تلات أنواع وهنشوفها وهنعرف برضو أسباب إضافتهم قد إيه فبالتالي لازم يكون عندي كمية من الماء تسمح بزوابان جميع أنواع البروتين سواء كان بروتين قابل لزوابان في الماء أو أعمل محلول ملحي اللي أنا الملح اللي ضيفه مع الماء فيعمل لي عملية إزابة للبروتين قابل للإزابة في المحلول للملح حشان أزوب تقريبا معظم البروتين اللي موجود عندي ثم أعمل له عمليات استحلاب مع المواد الأخرى المضافة اللي على رأسها الدهون تعالوا كملكده مع بعض ثلاثة بقى يقول لي يعمل على تحسين الطراوة والعصرية وبالتالي زيادة جودة السجوء وطبا ما عملت عملية زوابان فأكيد ده يتبعوا عملية استحلاب فأكيد ده يتبعوا عملية تحسين في الطراوة والعصرية أبدا كنت أتكلمت فيه قبل عمليات المضغة وعمليات القطع واعمليات الاستحلاب في الفم كل ده يديني العصرية والتراوة إحساسي بالعصرية والتراوة بتاع اللحوم وشرحتها بالتفصيل قلتلك أن أنا أدرك قدرك التراوة والعصرية في اللحوم أو كمان منتجتها حاجة وأن أنا أشعر بيها حاجة تانية الإدراك بتاعها بتيجي منين حتة التراوة في اللحوم ان يكون عندي دهون عندي نسبة مية كل ده بيعمل طراوة في اللحوم لكن انا بقى اشعر بها منين اشعر بها والتلات من عمليات المضغ من عمليات القطع في الاسنان من عمليات الاستحلاب من عمليات التزوق ان انا اوصل للنهايات العصابية فاحس بيها في عملية في عملية الاحساس بالراحة كل ده اسمه ادراقي لعمليات العصرية يب publi هعمل دوابان للبروتين هعمل عملية استحلاب للمواد الاخرى ففي النهاية هدίνي منتج لما اجي اعمل له عملية تناول سواء المباشر او بالطال فانا هشعر بسهولة في عمليات القطع بسهولة في عمليات المضغة بسهولة في عمليات الاستحلاف هوصل للرائحة والنكهة المميزة فده يديني حاجة اسمها التراوة والعصرية في المنتج اللي موجود عندي سواء كان بقى السجوء او كان لانشول او كان ايه بردر او حتى لو كان ايه لو كان بستر يبقى ده السبب تالك من ضمن اسباب اضافة الماء او غرض تالك اللي هو جالبا نقصب درجات الحرارة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي تؤدي اضافة الماء الى سباة القريط ليه يا مستر اه حاسو ان تقطيع اللحوم وفرماوي يسبب ارتفاع في درجة الحرارة زي ما اتكلمنا في الاول ده السؤال او ده ايجابة السؤال اللي هو بتعلي لما يجيب في الامتحان يقول لي علل اضافة الماء المسلج عند صناعة السجوء او اللانشول او البرجر فيبقى الاجابة اللي موجودة قدامنا على الشاشة اللي هو الغرض الرابع وانا بضيفه ليه؟ العلل بتاعي لا بضيف الماء المسلج ليه؟ اقول له ان اضافة الماء بيؤدي لسابات القريط حاسو ان تقطيع اللحوم وفرماوي يسبب رفع حرارتها واضافة السلج والماء يمنع ارتفاع درجة حرارة القريط وحدوث تحلل الاحماض الدهنية وكذلك البروتين وبالتالي ده الهدف من اضافة ماء مسلج وانخفاض في درجات الحرارة عشان اسببت درجات الحرارة نتيجة عمليات الايه؟ عمليات الفرن ده كان كده ليه الاغراض؟ تعال نستكمل مع بعض الخامات المستخدمة في صناعة السجوء الدهون الدهون لسا بكلمك عليها ولكن لازم يكون عندي دهون يا اما هاخدها من اللحوم وبشرطان يعني اللحوم او المقطع اللي انا هصنع منه السجوء بتاعي اصلا محتوي على الدهون او انا هضيف دهون من خارج زي اللي انت بتشوف هدي دهون الحيوانية كلنا نعرف الدهن البقري والدهن الجموسي الدهن الجموسي لونه ابيض ناصع والدهن البقري لونه مسفر داخل على اللون الاصفر وبالتالي دهون الحيوانية اللي انا اما باخدها داخل اللحوم بتاعتي اما انا هضيفها من الخارج هجيبها زي ما انا شايفها كده وهعملها عملات تقطيع بقول له اعتبر الدهن من المكونات الاساسية للسجوء ويضغف غراض تحسين طراءة السجوء وزيادة جودته واستساج الطعمه ولا تزيد نسبة الدهون في السجوء عن ترهيج مواصفات لسجوء مواصفات لبرجر مواصفات للانشون فلازم تقول لي هو الحد الادنى للحوم قديه يعني انا ما اقلش مسلا عسلين سال في السوق ما اقلش عن ستين في المية من اللحوم المنتج اللي موجود عندي ما يقنش عن ستين في المية من اللحوم قد يصل من عشرين لتلاتين في المية الدهون وهيتبقى جزء اللي هو حوالي عشرة في المية بنتكلم في مواد رابطة هتنضاف وجزء من المحي قد يصل من ثلاثة او من اثنين الى خمسة في المية في السجوء على الاخص لان في انواع هنضاف له قد تصل لخمسة في المية فالمكون النهاي بتاعي مية في المية في المخلوط فابقى انت فاهم ان اللحوم لتقل عن ستين في المية في صناعة السجوء اقول لي يا مصدر ده انا غالبا بيلاقي في الاسواق سجوء سعره مش مرتفع اوي وسعر اللحوم مرتفع فانا لو هيبقى عندي كيلو من السجوء موجود فيه ستين في المية من اللحوم او لانشون او برجر فلازم يكون سعره مرتفع خد بالك ان في كل تلاحوال سعر المنتج بتاعي هيكون اقل من سعر اللحمة المباشرة لان اقولت دي من ضمن الاهداف ان المنتج بتاعي هيكون سعره اقل من اللحمة المباشرة لكن انخفاضي اوي في السعر ده معناها ان انا قللت في نسب اللحوم اللي موجود عندي طب يا مصدر وانا اقدر اقل في نسب اللحوم ده واعتبرش غش اقول لك على حسب المواصفة اللي موجود عندي السجوء له مواصفات وموجودة في هيئة التوحيد القياسي المصرية هو بالتالي لو انا كاتب على الليبل بتاعي والعنوان بتاعي في السجوء انه محتوي على نسبة كذا من اللحوم ونسبة كذا من الدهون ونسبة كذا من المواد الملأة ونسبة كذا من المستحتبات يبقى لازم ذاكر المحتويات بتاعتي ويكون الخلطة دي المواصفة دي موجودة في هيئة التوحيد القياسي اللي من شأنها ممكن اقفض نسبة اللحوم وارفع من البروتين النباتي المضافة اللي هي المواد الملأة اللي على رأسها دي فول الصوية فبالتالي قد يكون ده اللي بيقلل اسعار بعض منتجات سواء كان السجوء او البرجر او اللانشو والانواع اللي هتلاقي اسعارها تقريبا مرتفعة هتلاقي ان مكتوب ان النسبة ما بتقلش عن 60% من اللحوم في المنتجات دي تعالوا نرجع كده مع بعض للشاشة بتاعتنا بل يعتبر الدين طبعا المكونات الأساسية بيضاف جالمة بنسبة 30% او يؤدي في انها لاستساقة الطعم ويعمل لعملية طرابة وتحسين في الجودة اه اربعة الملح الملح اساسي يا مصر اه الملح اساسي في عمالية التصنيع او في عمالية التصنيع بتصل في السجوء ممكن من 1% او 2% حتى 5% ليه لان انا عندي كاسة نوعا من السجوء اللي انا اوتاك منكم السجوء الطازج ممكن السجوء المعامل بالحرارة ممكن يبقى عندي السجوء مجفف ممكن يبقى عندي السجوء متخمر وده غالبا بنرفع فيه نسبة الملح عشان اامن البيئة اللي موجودة عندي من نمو الميكروبيات فممكن اوصل ل5% في السجوء المتخمر وبالتالي نسبة الملح على حسب النوع اللي انا هدخه في السجوء من السجوء انا هدخه طازج ولا هدخه مدخن ولا هدخه متخمر ولا هدخه معامل معامل حرارة لكن في النهاية اخد بالك ان الملح بيضي الطعم الجيد المستصاق وازهار الطعم المستصاق في السجوء اللي موجود عندي كمان الملح بيتحد مع الماء ويدينا الماء حلول الملحي اللي هيخلي البروتين القابل لزوابان فيه الاملاح يزوم فيه فيحسنني من الخلطة اللي موجودة عندي ويدينا عملية استحلاب جيد تعالوا شوف كده مع بعض ادي الملح بيحتوي السجوء جالبا من واحد الى 5% ملح بيضاف طبعا لنوع السجوء اللي انا هصنعه ونسبة الملح على سبيل المثال في السجوء الطازج من 1.5% الى 2% لو انا هنزله طازج اما في السجوء المطبوخ يعني ايه مطبوخ يا مصطلع يعملوا معاملة حرارية هديه معاملة حرارية فغالبا هتبقى من 2% لـ 3% السجوء المتخمر هرفع فيه نسبة الملح هتبقى من 3% الى 5% وهيجي لي هنا برضو سؤال ايه الغراض من اضافة الملح في الطعام يبدأ قوله رقم واحد او على رأس هذه الاغراض اعطاء السجوء انك ها مميزة لسه انا لسه بقولك بيديك الطعم الجيد بيظهر لي الطعم الجيد في عمليات التداول او عمليات التناول وبالتالي هدين الطعم الجيد والمميز لانك هبتاعت اللي موجودة في السجوء ده رقم واحد رقم اثنين يا مصطر ايه رقم اثنين هيساعد الملح على حفظ السجوء لانه له تأثير على البكتاريا مصبت لذلك خد بالك انا قلتلك في الاصناف المتخمرة غالبا هزود نسبة الملح لاننا مش هعمل معاملة حرارية وهتلاقي نسبة الملح هتقل في الاصناف اللي يتم فيها عمليات الطبخ او المعاملة الحرارية هتقل من ثنين لثلاثة في المية في الاصناف اللي هي بتحتاج لعمليات تخمير انا بضيف خمسة في المية عشان حد وصبت من نمو من نمو البكتاريا في عمليات التصنيع ايضا بيعمل الملح على ازابة البروكين زي ما قلت لحضراتك اللي هو القابل للزوبان في الاملاح وبالتالي يساعد على عملية الاستحلاف وربط جزئات الدهون وربط الماء فبالتالي ده ايضا من ضمن اهداف اضافة اضافة الملح تبتعال مع بعض هنتابع ايضا الخمات الخمات وفت على كده بس يا مصر لا لسا فيه خمات تانية في عملية الاضافة خمات مهمة جدا وايضا خد بالك دايما بيجي لي برضو سؤالي على التوابل ويقول لي اعلل اضافة التوابل اما انا بيه بضيف التوابل رقم واحد خد بالك ان التوابل بتحسن من طعم المنتج اللي موجود عندي هتديني طعم مميز للمنتج اللي موجود عندي خد بالك ان التوابل غالبا بتبقى طبيعية ولزيك حتى فيه هاي التحيط القياسي هتلاقي مفيش نسب متعارف عليها او منصوص عليها في التوابل الطبيعي لانها في انها مطروقة لزوء المستهلك يعني انا قد اكون بحب جزء من التوابل عالي جدا حط فلفل اصمر عالي جدا او فلفل احمر عالي جدا فهي مطروقة على حسب زوء المستهلك لكن في النهاية التوابل بتدي الناكهة والطعم المميز للمنتج اللي بتدخل في صناعته زد على ان معظم التوابل الطبيعية فيها مواد مضادة للاجسادة تاني فيها مواد مضادة للاجسادة اللي هي من شأنها هتحافظ على المنتج بتاعي وكمان هتحافظ على الصحة بتاعتي يبقى ازا دي من ضمن الافادات اللي موجودة في التوابل كمان التوابل لها تأثير حافظ على الميكروبات غالبا اللي موجود فيها جزء من المرضات الحيوية في بعض انواع التوابل فبالتالي يعتبر من ضمن الحاجات المويزة في التوابل تعالوا نشوف كده مع بعض ونستكمل لان على فكرة في انواع من التوابل هتنضاف سواء كان خلطات حريفة او خلطات غير حريفة مولد تستهدم التوابل حسب الرغبة في صورة خليط من انواع مختلف زي ما نجابلك على الشاشة انواع عديدة من التوابل او نوع واحد على حسب زجوء المستهلب طبعا التي ينتشر استخدامة في السجوء الفلفل السود الزنجبيل الارفة جسط الطيب المريمية كل دي انواع من التوابل وغالبا معظمها لها تأثير مصبت على الميكروبات وغالبا معظمها فيها مواد مضادة للايه مضادة للاكسادة وايجي لي دايما السؤال المتعرف عليه الغرض من اضافة التوابل او ايه مستر غرض من اضافة التوابل رقم واحد هيقول لي تحسين الطعم زيه زيه الملح الملح بيزهر الطعم التوابل هتدي الطعم الجيد هتدي الطعم المستساب الجيد اللي انا دايما بميز به المنتج بتاعي رقم اثنين المحافظة على جودة الناتج هتديني جودة في الناتج اللي موجود عندي كمان نظرا لان هي يعتبر لها تأثير مصبت على نمو الميكروبات تلاتة بقى وده كمان جزء مهم تقريبا معظم التوابل الطبيعية فيها مواد مضادة للاكسادة فهتمنع تلف المنتج اللي موجود عندي وهتمنع كمان عمليات الاكسادة في المنتج اللي موجود عندي ده مهم جدا تعرفته في التوابل رقم اربعة يا مستر ايه هو تصبيت مو الميكروبات الغير مرغوبة طب هو يا مستر انا دلوقتي قلنا التوابل والغرض من التوابل طب انا ممكن اضافها عالمنتج ازاي يعني ايه اضافها عالمنتج ازاي طب ما انا عارف التوابل يا مستر كوننا بشوفها في السوق انت بشوفها سواء اللي هي بالشكل الطبيعي او المطحون لأ هقولك فيه نوعين من التوابل فيه توابل اللي انت بتشوفها على الشكل اللي هو الطبيعي بتاعها ثم ليها عمليات طحم فهيبقى مصحون او بودر التوابل عشكل مطحون او التوابل مش في شكل بودر خالص وبجيب التوابل دي وبستخلص منها الزيوت الاعترية بتاعتها. تاين? واستخلص منها الزيوت الاعترية بتاعتها. يعني اما دي بالتوابل نفسها واعملها عملية طحم. فتبقى في صورة بودر. يما باخد التوابل في بعض المصانع بتديني منها زيوت. اعترية زي زيت الزنجبيل زي زيت الارف حسب نوع التوابل. فانا هاخد التوابل ياما في صورة المطحون وهضفها. ياما هاخد الزيوت وهضفها. تب خد بالك في حالة الزيوت يبقى عندي سكر وملح لان غالبا بتحمل على السكر والملح. تاني. غالبا بتحمل على السكر والملح لو هي في صورة زيوت. تعاني شوف مع بعض لو هي مطحون هستخدمها ازاي? ولو هي في صورة زيوت هستخدمها ازاي? وايه انواع الخلطات اللي في صورة مطحون وانواع الخلطات اللي في صورة زيوت. تعال نشوف كده مع بعض. بيقول لي في صورة مطحونة. اللي هي التوابل اللي انت شايفك والله قدامك دي في صورة مطحونة. بيقول لي يتم بتحن التوابل لتسهيل خلطها ومسجها مع باقي المكونات وتوزيعها بتجانس في السجوء. ويفضل تعقيم التوابل المطحونة قبل استخدامها. عشان اقلل من نسب الميكروبيات اللي بتدخل في عمليات الايه? في عمليات التصل. ده الجزء الاولاني في شكل مطحون. بيقول لي بقى الديني نمازج للمكونات خلط التوابل عدية مطحونة. اه هقول لك بقى في هنا خلط التوابل غير حريفة وخلط التوابل حريفة. تاني. الديني نموذج يا مصطر لخلط التوابل من المطحونة. اقول لك فين وعين? سيادتك بتحب السجوء? لين الحريف? يعني طعمه مش حراء? ولا سجوء حريف وحراء? ففي بعض المستهلكين ازواق بتروح لي السجوء الغير حريف. وفي ازواق بتحب السجوء الحريف او الحراء. يبقى في خلطة هيبقى منزوع منها المواد الحريفة. وخلطة مضاف لها المواد الحريفة. تعال نشوف الخلطتين عشان تعرف الفرق فين? في الخلطة العادية المطحونة والخلطة الحريفة. الخلطة الاولى اللي قدامك دي اللي هي الخلطة العادية الغير حريفة. ازاي هتلاقي ايه? فلفل ابيض مطحون. تاني. فلفل ابيض مطحون. نسبته اديها مصطر تقريبا في الخلطة. مية وتسعين جرام. زائد زانجبيل مطحون تلاتة وستين جرام. زائد زعتر المطحون تلاتة وستين جرام. زائد مسحوق جوز الطيب سبعة واربعين جرام. زائد مريمية مية خمسة وعشرين جرام. دي اسمها خلطة التوابل عادية. مفيش فيها اي نوع من انواع المواد الحريفة. اللي هتديه الطعم الحريف العالي. دي خلطة التوابل ايه? عالية. سؤال يجي لها مصر. انا ما بحبش المريمية. انا ما بحبش جوز الطيب. تاني هقولك. دي نموذج لخلطات تعليمية لسيادتك. نموذج خلطات تعليمية عشان حرارك تبقي عارف ان في خلطات من التوابل ممكن تبقى مكونة من الخلطات اللي انت بتشوفها دي. سواء الفلفل ابيض الزعتر الجنزبيل المريمية جوز الطيب. لكن تاني. غالبا انت بتصنع اشتركوا في القناة